في إطار تعزيز محطة همة وفي إطار تعزيز العلاقات الصنائية وأيضاً الإعداد لزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي الزيارة المرتقبة إلى تركيا هل كأن تطلعنا معالي الوزير على ما تم في اجتماعات اليوم للإعداد لهذه الزيارة وهل أيضاً بترى أن هناك موضوعات ربما ستحظى باهتمام خاص خلال الفترة القادمة بالنسبة للعلاقات الصنائية؟ شكراً شكراً جزيلاً بالتأكيد كان في حيز كبير من النقاش اللي ضار مع معالي وزير خارجية تركيا على التحضير لعقد الاجتماع الدورة الأولى لمجلس التعاون الاستراتيجي برئاسة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي وفخامة الرئيس رجب طيب أردغان تناولنا بشكل مفصل الحسن الإعداد والتحضير لإنعقاد هذا المجلس في دورته الأولى وأيضاً بالتأكيد تناولنا المخرجات للزيارة الرئاسية الأولى لفخامة الرئيس إلى تركيا تحدثنا عن الاتفاقيات ومذكرات التعاون لسا يتم توقيعها في مختلف المجالات هناك اتفاقيات رهن التوقيع وجاري الانتهاء منها في كافة مجالات التعاون تحدثنا أيضاً عن مخرجات لهذه الزيارة فيما تعلق بالتعاون الاقتصادي التعاون التجاري زيادة الاسمارات التركية في مصر أيضاً التعاون في مجال التجارة وسبل اتخاذ الإجراءات التي تؤدي إلى الوزول إلى الهدف المبتغى بأن نصل بحجم التبادل التجاري إلى مبلغ 15 مليار دولار في المستقبل القريب تحدثنا أيضاً عن التعاون في المجالات التعليمية والثقافية وهناك اتفاقيات في عدد كبير من اتفاقيات أو مشروعات الاتفاقيات حتى أكون دقيقاً يجري الانتهاء من مراجعتها ويتعين التوافق بشأنها بين الجانبين والانتهاء من الإجراءات القانونية والدستورية لكن هذه الاتفاقيات تغطي كافة مجالات التعاون الثنائي في كل ما يحقق مصالح البلدين والشعبين الصديقين فيعني كان فيه لقاء مطول حول هذا الأمر واتفقنا مع معالي الوزير على تكليف مساعدين للعمل بجدية على إنهاء كافة أي بطء في الإجراءات حتى يتسنى التوقيع على هذه الاتفاقيات خلال القمة المرتقبة وأيضاً تحدثنا عن أي أمور قد يتم انتهاجها أو اتخاذها لدفع هذا التعاون قدماً وإنزالة أي معوقات ونقلت كما ذكر الوزير هقان أن الحكومة المصرية الحالية تضع نصب عيونها قضية الاستثمار بالتأكيد وتقديم كل التسهيلات الممكنة لإخواننا وأشقائنا من رجال الأعمال من تركيا لديهم استثمارات كبيرة هنا ونريد مزيد من هذه الاستثمارات فبالتأكيد من الآن وحتى الزيارة الرئاسية القادمة وحتى تدشين مجلس التعاون الاستراتيجي سيكون هناك سلسلة من اللقاءات على مستوى كبار المسؤولين لقاءات هنا في مصر ولقاءات في تركيا كل طرف مع الوزارات المعنية ولقاءات أيضاً مشتركة بين الجانبين المصري والتركي حتى ننتهي من مخرجات محددة للزيارة الرئاسية والانعقاد هذا المجلس في دورته الأولى وبما ينعكس بالتأكيد بالخير والنماء والرفاهية للشعبين الشقيقين شكراً مندوب وكالتراندول سيد عامر تفضل سرم سيئن حقاً فيداناً وقد وقع تبادل الأسرى في أنقرة و26 شخص رجعوا إلى بلدانهم كيف كانت هذه الدبلوماسية وراء الكواليس شكراً شكراً جزيلاً السادة والسيدات الإعلاميون كما تعلمون وقد أعرب فخامة الرئيس مراراً ونحن دائماً نعرب في سياستنا الخارجية بأننا ندعم جميع الجهود الرامية إلى المصالحة والعفاق أحياناً تتجلى سياستنا في الوساطة وأحياناً في تبادل الأسرى وما ذكرتموه بعودة 26 شخص إلى بلدانهم ما بين روسيا وأمريكا كان ربما أكبر اتفاقية أو حالة في تبادل الأسرى من حيث العدد قبل ذلك أيضاً وقع تبادل الأسرى ولكنها من حيث العدد كان الأكبر ونحن رأينا بأن أمريكا وروسيا اعتبرت تركيا جهة آمنة لتحقيق هذا التبادل وكان جهاز المخابرات التركي كان على تواصل مع الأجهزة المعنية لكل البلدين وتمت إدارة الموضوع وأنا أريد أن أهني رئيس جهاز المخابرات إبراهيم قدان وسائر الإخوة العاملين في الجهاز وأنا لا يمكن أن أتطرق إلى تفاصيل هذا الموضوع لأنه كان عملاً من قبل الأجهزة أجهزة المخابرات المعنية أستاذ أحمد مهرانت فضل من سكاي نيوز عربية سؤال موجه لمين؟ السؤال موجه لمعاني الوزيرين معاً طبعاً هناك حالة تصعيد غير مسبوقة في المنطقة حالياً وهذا الوضع ربما ينذر باتساع نطاق الصراع إلى مرحلة الحرب الإقليمية التي قد تؤدي بدورها إلى فوضى شاملة في المنطقة السؤال الآن هل يمكن أن تطلعون على آخر مستجدات التنصيق المصري التركي لاحتواء هذا التوتر الراهن في المنطقة وهل يمكن أن نتوقع إجراءات استجابة علنية ومشتركة بين الجانبين المصري والتركي تترجم هذا التنصيق على أرض الواقع؟ شكراً جزيلاً على هذا السؤال الهام بالفعل يعني جزء كبير جداً من مباحثتنا اليوم مع أخي معالي الوزير فيدان تطرق إلى قضية التصعيد لأن كما ذكرت مسألة التصعيد الحالية الجارية في المنطقة تنذر بالدخول في أتون حرب إقليمية شاملة لن تبقي ولا تذر وهذا الأمر يعني محل قلق شديد جداً لدينا ولدى الجانب التركي وهناك تنصيق كامل بين بلدينا فيما يتعلق بأن كل طرف يستغل كل قنوات التواصل له مع الأطراف المعنية حتى يتم العمل على خفض حدة التوتر وخفض التصعيد لكن بالتأكيد يعني هذه السياسات الرعناء الغير مسؤولة بالاختيالات السياسية هي بالتأكيد تؤدي إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة أنا أحط أخي معالي الوزير التركي بكل الجهود التي تقوم بها مصر بتوجيهات من السيد رئيس الجمهورية للعمل على تخفيض حدة التصعيد يعني بعد هذا المؤتمر الصحفي لدينا اتصالات مكثفة سأجريها مع أنتوني بلينكين ومع وزراء آخرين بالأمس تحدثت مع الوزير لفروف تحدثت أكثر من مرة مع الوزير الإيراني الدكتور علي باقري تحدثت أيضا مع رئيس وزراء لبنان ووزير خارجية لبنان وإن شاء الله هناك زيارة لوزير خارجية لبنان حتى إلى القاهرة وسنتحدث فيها بشكل مفصل حول ضرورة ضبط النفس وضرورة عدم الإنجرار إلى الاستفزازات التي قد تؤدي بسبب سوء في الحسابات إلى اندلاع حرب شاملة وستضر الجميع بلا استثناء فبالتالي لدينا مصطحة مشتركة مصر وتركيا في العمل على تخفيض حدة التصعيد وتحكيم العقل وعدم الإنجرار وراء الاستفزازات التي تتم من آن إلى آخر لجر المنطقة إلى حرب واسعة ستهدد الأمن والاستقرار والرفاهية في المنطقة فبالتأكيد لدينا رؤية مشتركة ولدينا توافق بل تطابق في وجهات النظر حول أهمية السعي لتخفيض حدة التوتر والتصعيد وكل طرف يستغل كل ما لديه من اتصالات إقليمية ودولية للعمل على كبح الجماح ومنع الانزلاق إلى حرب إقليمية شاملة مع الوزير شكرا جزيلا حقيقة أن معالي الوزير قل أعربة بشكل مختصر ووجيز نحن في تركيا ومصر نبذل قصارى جهدنا من أجل خفض التوتر في المنطقة ونحن كبلدين مسؤولين في المنطقة لن نبقى متفرجين على المجريات مجريات الأحداث في منطقتنا بل سنعمل على تقديم جميع المساهمات والإسهامات والدعم من أجل خفض التوتر في المنطقة وإن حديثنا اليوم وجلوسنا وتشاورنا فيما بيننا نعمة كبيرة ونحن على وعي بذلك ونحن نتطرق إلى قضايا وملفات ذات الاهتمام المشترك في المنطقة مثل الصومال وليبيا واليمن وغير ذلك من الملفات والتركيا ومصر على تنسيق وتعاون في معالجة هذه المسائل وكما تعلمون نحن دائما كنا نوجه تحذيراتنا للتحصيد في غزة وخاصة أن الدعم لمجازل إسرائيل سواء كان فعليا أو بالصمت دائما كان مضرا وسيضر هذه الدول أيضا في المستقبل نجد أن هناك دعم يأتون إلينا وإلى مصر يقولون أن هذا الطرف الدول الأخرى لا تدخل دائما نجد أن بعد ذلك إسرائيل تقوم بقصف وقتل مثلا الدبلوماسيين الإيرانيين في دمشق ثم يأتون إلينا أنتم عليكم أن تتدخلوا حتى لا يتم التصعيد والآن نفس الشيء تم اغتيال إسماعيل هنية وأتوا إلينا ويقولون لنا تدخلوا من أجل عدم التصعيد ولكن هذا لا يمكن أن يكون أمرا مستداما يعني بأن تدعم الولايات المتحدة وأن تخفف أيضا عن جميع الجرائم التي ترتكبها إسرائيل في المنطقة وتحاول أن تستطيع ونحن نقول يجب عليهم أن يقفوا موقفا حقيقيا من أجل وقف ذلك لأن المنطقة غير قادرة لتحمل توترات أكثر ويجب أن ينصت إلينا نحن كأبناء المنطقة وشعوب المنطقة وأنا واحد منهم أتحدث فإن الحالة النفسية التي يعيشها الشعب وخاصة هذه المشاهد التي يشاهدها الناس وعدم إيصال المساعدات وعدم إيصال يدعون إلى الفلسطينيين الذين يموتون ونشاهدهم في الشاشة ثم بعد ذلك أن يتم الحديث من قبل الدول بأنها تقدم الدول الغربية وبعض الدول أيضا بأنها تعطي دروسا عن الديمقراطية وفي حين أنها تتصرف تصرفات مناحضة لذلك وبالتالي نجد في أن في هذا الوقت الذي فقدت إسرائيل جميع شرعيتها ومستقيتها أيضا الدولية فإن تركيا ومصر أصبح دورهما أبرز من أجل الحفاظ على نظام عالمي عادل أيضا ونحن نتبنى هذا الموضوع بالحق ونبذل قصار شهدنا يدا بيد من أجل تحقيق السلام أيضا شكرا شكرا جزيلا أريد فقط أن أقليل بشكل سريع يعني أنا باتفق مع ما ذكره معالي الوزير تماما وأن كل طرف عليه مسؤولية أن يتدخل ويتحرك لمنع انفجار الأوضاع مرة أخرى السبب الأساسي هو استمرار العدوان في قطاع غزة وهذا هو المصدر الأساسي لعدم الاستقرار ولتهديد السلم والأمن في المنطقة وفي العالم كله كما ذكرنا أكثر من مرة هذه الازدواجية في المعايير يعني تجعل النظام المتعدد الأطراف والنظام الدولي والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني على المحك بسبب هذه الازدواجية في المعايير وعدم انتباق نفس المعايير على كل القضايا وعلى رأسها القضية الفلسطينية والأوضاع في غزة شكرا جزيلا